التعليم المسجدي السيدة الوزيرة قالت يجب أن نتدخل في التعليم المسجدي ونضع له برامج بمعنى أن الأمور مدبرة سأعطي معنى تطبيقيا الطلبة الذين أخذوا تعليما مسجديا قبل أن يليجوا المدرسة رصيدهم من اللغة الأصيلة وركز على الأصيلة في الثلاث مفردة تبدأ بتشكيل وعي الجزائري الذي سيصبح رجلا جزائريا بالمعطيات التي نحبها فالهجوم على التعليم المسجدي وتكريس اللغة المبسطة التي عدد مفرداتها عشرين وبإمكانك أن تقلص هو محاولة لصناعة مسخ جزائري والآن نحن نرى المسوخ التي تمارس العنف تتعاطى كل الموبقات وتهرب من البلد لأسباب مختلفة البعض مبرر وغير مبرر إن إقحام السنة التحضيرية والرخصة هذه ديروغاسيون داج هذه الرخصة بدخول مسبق سواء للتحضيري أو للتعليم هو هجوم على حقوق الأطفال وهو هجوم على الجزائري الذي نتمنى أن يكون سويا مثل ما قلت في البداية ترجمة نانسي قنقر